ربما ما حد يقول طب ما إحنا ممكن نتبع الثيئة بالحثة نتمحه أنا أنا عملت حاجة وحشة لو عملت حاجة حلوة دي تشيل دي أقولك وأي قاضي عادل يرتضي في محكمة أرضية وهي مش كلية النذاها وهي مش كلية العدالة لأنه ما فيش عدالة تامة على الأرض فهل لو لقينا مجرم ارتكب جريمة مخلة بالشرف هل لو هو تعهد بأنه يكون جواد وكريم والصالح ويحط كل مدخراته وأمواله لخدمة الفقراء والمحتاجين هل دا يعفيه عن أنه يتحمل جذاء وعقوبة جرمه وإن كان القاضي الأرضي ما يرضاش بكده فإحنا جريمتنا كانت كبيرة أوي أهمنا الله الله لما نتحدى عدو الخير الحية القديمة لما قالت لنت موتاه وكان قدام الإنسان خيار من اتنين إما أن يكذب الشيطان فيجعل الله صادق إما أن يصدق الشيطان فيجعل الله كاذب هل جريمة بهذا الشكل ينفع معها أي علاج أو أعمال بر نفعلها الإجابة أكيد لا في الجزء الجميل الذي ذكره خدم الرب دكتور أسامة عن موضوع الحسنات التي تذهبنا السيئات أنا كتير أوي أتسئل عن القصة دي يعني الأعمال الأعمال يعني هل يفرح الله بالأعمال الحسنة هل توضع لميزان الحسنات تعداد فكتير أوي في الفكرة الجميلة اللي قالها الأخ الحبيب وبعن حرد على سؤال حضرتك يعني تخيل مثلا شخص بيسوق سيارته كل عمره يجي عند الإشارة الحمرة بيقف وفي الإشارة الخضرة بيمشي بيتبع القوانين على السرعة ما بيتخطاش السرعة كل حياته وجي في مرة كان مغيب الزهن مضغوط العقل والنفسية رح كسر الإشارة الحمرة لقاطته الكاميرا وأثبتت عليه التهمة في مرة مع أنه آلاف المرات كان بيقف في الإشارة الحمرة مظبوط وبيمشي في السرعة مظبوطة لكن جيه في المرة دي في مرة واحدة أخطأ هل كل المرات اللي عملها صح تعفي من مرة من دينونة عليه أو جزاء خطأ عليه أنه عمل هذا الخطأ في هذه اللحظة مستحيل لازم هيعاقب على هذه الخطئية إنجاز التعبير أو هذا التعدي إنجاز التعبير ما فيش حاجة اسمها الخير اللي أنا بعمله يعادل الشر الإنسان خطأ بطبعه ولو في واحد فينا يعذر نفسه إنه معلش ما هو الإنسان خطأ إذن يخطأ أو يقول يعمل حاجة عشان الأخطاء تروح زي ما كان بيحكي الأخ الحبيب الموضوع مش موضوع أنه يعني خطية الدفع أو تروح من على كهل الإنسان الخطية كامنة في نفس الإنسان وإما عرفش الإنسان يرجع نفسه أو يحط نفسه في إله خالق وفادي في ذات الوقت ما عرفش يعمل كده تظل نفس الإنسان خاطئة وخطأة طول الوقت تغيير طبيعة الإنسان عشان يبقى إنسان تابع للسماء إنسان تابع لطبيعة هذا الفادي اللي إحنا بنحب نكون على صورته وهكذا يعني وهي الخطية ضد طبيعة الله ضد صفاته ضد كماله ضد قداسته ضد مجده صحيح فإذن يعني ما هيش موضوع سهل من تساهل أخطيط يلا روح أعطي مثلا تقدمي أو روح على الحج وعلى القدس فهي ضد طبيعة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة